هذه سائلة تقول ربيت أولادي من صغارهم على الصلاة وعندما كبروا تركوها بحيث أصبحوا لا يصلون وأعمارهم الآن فوق سن البلوغ وعددهم ثلاثة ووالدهم أيضا لا يسلي ولا ينصحهم بالصلاة فبماذا تنصحونني؟ ننصحك بالاستمرار في دعوتهم إلى الصلاة وترغيبهم فيها وقد قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى فاستمر في تخويفهم من الله وتذكيرهم بوقوفهم بين يدي رب العزة والجلال وليكن من شأنك أن تعرفهم بمال الصلاة من الآثار الحميدة فأقرب ما يكون العبد من ربه في جزء من أجزاء هذه الصلاة ألا وهو السجود وبالتالي إن شاء الله أن الله جل وعلا سيرد أبنائك رد جميلا ترجمة نانسي قنقر